تعرضنا في الفيديو السابق إلى تسمية الكائنات وتوليد الأحداث طبقنا الكلام على حدث الضغط الخاص في البوتن لكن البروسيجر يطبق على كافة الأحداث وشفنا كيفية الاستفادة من خاصية توليد الأحداث عن طريق نافذة الزامض وشفتنا البروسيجر جدا بسيط طيب الان نتقل إلى الجزئية اللي هي من خلالها رح تبدأ تفهم انه RT و Windows Run Time كيف يعمل العمل رح يبدأ يختلف عندك طيب احنا الآن نعرف انه كل الكائنات هذه اللي موجودة عدي هي تعتبر كائنات وهذه هي خصائص الكائنات يعني هذا التكس بوكس اوكي يعتبر كائن وهذه هي خصائص الكائنات طيب انا على سبيل المثال اريد اخذ قيمة التكست اللي موجودة داخل التكست بوكس اوكي كيف رح ابدي اصل الى هذا الكلام طبعا رح ابدي اخذها واقوم بوضحها ايش بوضحها داخل متغير من نوع سترينج باعتبارها قيمة سترينج طيب لو شوف الان تكتب قيمة سترينج ما في شيء اسمه سترينج عندك اوكي هنا حتى لو قمت باستدعاء مجال الاسمه الانبوت اوت بوت سترينج لان انت تتشتغل في الرن تايم في المندوز رن تايم لازم تتغذ ذات الطرق المتبعة في كتابة الاكوادر اوكي اذا هنا حتى نبدي نكتب سترينج فاليا ونقوم بتعريف سترينج فلازم نقول اتش سترينج اوكي اتش سترينج الاتش هي من هاندل وسترينج واضحة الان امامك اذا من خلال هذه الكلمة فانا استطيع ان اقوم بتعريف متغير مثلا اقوم بتعريف متغير اللي هو فرست نيم يب خلي يكون فرست نيم ثم مع ذلك راح ابدأ اخذ القيمة من التكستبوكس الخاص في الفرست نيم اذا كيف راح ابدي اصل الى هذه القيمة اول شي لازم تعرف انه هنا داخل الـ Run Time يتم التعامل مع كافة الكائنات وخصائصها على اساس وظائف تمام يعني الان بكل بساطة لو تبدي تكتب تكستبوكس راح شوف عندك النتائج ذات الصلة هنا في التكستبوكس اوكي الـ Age First Name و Last Name لكن لو شوفوا الان عليهم علامة او الايقونة الخاصة في الوظائف على الرغم ان هذه تعتبر كائنات لكن مثل ما ذكرت لك راح يبدي يتعامل معانا على اساس انه هي ايش وظائف بدليل انه الان لو تبدي فقط تعمل فرز او فلترة على هذا الظاهر امامك للوظائف راح شوف فقط هذه الوظائف ظاهرة الان امامك جيد جيد اذا راح ابدي اختار First Name واعتباره وظيفه افتح الاقواس الخاصة فيه طيب Text Box First Name ثم مع ذلك حتى ابدي ادخل داخل خصاص ارح اقل له منعدها القيمة بالجزء الاساس اوكي طيب الآن انا راح ابدي ااخذ منعدها القيمة لاحظ راح ابدي ااخذ منعدها القيمة اذا راح ابدي اقل له Text فقط وافتح الاقواس ولو شوف هنا داخل الاقواس يطلب من عندك انه تعطي قيمة لكن الآن انا ما اريد اعطي قيمة انا اريد ااخذ من عندها قيمة اذا لو شوف مشيد الفعل او عملية زيادة التحميل انه عندك two constructors مشيد الفعل المشيد الفعل الاول اللي هو يجلب القيمة والمشيد الفعل الثاني انه يسند القيمة انا طبعا اريد اجلب القيمة بالتالي راح ابدي اصل يعني ااخذ القيمة بهذا الشكل تماما اوكي طيب انا طبعا راح ابدي اعمل جزئية جدا بسيطة راح ابدي ااخذ القيمة من First Name واضحها بالLast Name بهذه اثناء عملية الضغط اذا ارجع على هنا بشكل مباشر ورح ابدي اسند القيمة اذا رح ابدي اقول له عندي Text Box Last Name اوكي Text Box Last Name مثل ما قلنا يعتبر وظيفة ثم مع ذلك ايضا عندك Text وظيفة الان انا اريد اسند للقيمة فراح ابدي اسند القيمة بشكل مباشر First Name like this تمام اذا انا المفروض لما اقوم بالنقر على الحدث راح يأخذ القيمة من First من Text هذا من Text Box First Name ويضحها في Last Name خلينا نشوف هذا الكلام بشكل تطبيقي اذا نقوم بيدخال Value في Text Box First Name ثم ذلك على سابق متل اشوف الان قام باسند القيمة بشكل مباشر على Last Name تمام خلينا نبدأ نشوف جزئية ايضا متعلقة في Windows Run Time يعني على سبيل المثال انت تريد تسند قيم نصية بشكل مباشر يعني مثلا اريد الان اثناء عملية النقر اقوم باسند قيمة الى Age الى العمر تمام احنا فقرة اخذ القيمة عرفناها وانه احنا نعرف متغير من نوع String ايضا واضح الان امامك لكن مثلا الان لو ابدأ اقول انه انا عندي Text Box Age واريد انه اسند القيمة ايضا بشكل مباشر لاحظ الان راح تبدأ تنصد في جزئية جدا يعني احنا معروف انه القيم النصية و String في كل لغات البرمجة يعني تعرف عندك بهذا الشكل اوكي على سبيل مثال ثل اوكي لكن مثل ما تلاحظ انه يعطيك الخطأ والخطأ واضح انه دايقلك انت بهذه الطريقة تعرف متغير من نوع String وتسند او اسناد قيمة نصية لهذا Text ولكن انت ما ملتزم في مبادئ Windows Run Time كيف راح ابدأ التزم بهذه الجزئية فقط اقوم بوضع حرف L في اللغة الانجليزية Capital هنا يعني قبل سيت راح يبدأ يعتبر انه انت ملتزم في Windows Run Time اذا ابدأ ارجع من جديد اقوم باعطاء اي قيمة معينة هنا في First اوكي واضغط على Submit لو تلاحظ الان انه هذا نقلك القيمة واسند قيمة نصية بشكل مباشر طبعا هذا الكلام اللي احنا اضطرقنا له هو من الاساسيات الخاصة في كتابة الشفرة باستخدام ال Run Time اللي هو هذا انه احنا نحتمد عليه Windows Run Time اوكي name space الاساسي اني نتعامل معه على هذا الاساس انه عملية تعريف الكائنات تكون عندك بنفس الطريقة اللي عرفنا فيها string value هذا وتتخذ نفس المنهاج الخاص في التعامل مع الكائنات وتغيير خصائصها من خلال عملية الاخذ وعطاء قيمها بشكل مباشر اشتركوا في القناة